تعاون مع نقابة المحاميين في الجمهورية العربية السورية والجامعة الدولية الخاصة افتتح مركز دمشق الأقليمي للتحكيم الدولي الدورة الشاملة لأعداد المحكمين العرب الدوليين في مجالات الهندسة والقانونية والمالية والمصرفية والتأمين والإعلام والفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية بحضور فعاليات رسمية وحزبية واقتصادية وأهلية انطلاق من القانون رقم 4-8 الخاص بالتحكيم بالجمهورية العربية السورية واللي أولى ركن خاص بمراكز تحكيم في الجمهورية العربية السورية لذلك كان من الأجهر والأولى أنه يكون في عنا مراكز مؤهلة لحل الخلافات ليس فقط على الصعيد الداخلي وإنما أيضا على مصاف مراكز تحكيم الدولي لذلك اتجهت إرادنا إلى تأسيس مركز دمشق الأقليمي للتحكيم الدولي ليكون هذا المركز على خارط مراكز تحكيم المحلية والدولية ونحن نسعى دائما بالاردقاء به إلى مصاف المحكمين إلى مصاف مراكز تحكيم الدولي والعمل به على النهوض نحو التقدم الدورة شاملة للتحكيم الدولي مستمرة عشرة أيام ويحصل المشارك فيها على شهادة اتباع دورة في التحكيم صادرة عن مركز دمشق الأقليمي للتحكيم الدولي ونقابة المحاميين والجامعة العربية الدولية هذه الدورة مهمة للعقل القانوني في سوريا والعقل الاستثماري ومهمة أن نؤهل الكوادر نطلعهم على هذه التجربة المهمة والتي سيكونوا بالنتيجة أن هذه الكوادر التي ستتأهل من خلال هذه الدورات سيكون لها دور في المستقبل نحن بعدما وقعنا اتفاق مع المركز دمشق والتحكيم الدولي نطلق المركز بإعداد هذه الدورة والتي اسمها الدورة الشاملة تتعاون جامعة العربية الدولية مع المركز من حيث تأمين محاضرين لهذه الدورة الجدير بالذكر أن مركز دمشق الأقليمي للتحكيم الدولي يتولى إدارة قضايا التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً ويقدم المركز خدمات بدائل تسوية المنازعات التحكيم والوساطة وفق المعايير المهنية العالمية